انا عايز اقولك ان لو الاتنين طلعين وعملين مباراة منتظرة يعني الناس ان الارضة مستنية فارك وفيوتر هعملوا اي مع بعض هل سموحة هيمشي بنفس المستوى بتاع السلفات السلفات الصراحة مش بمستوى هاي هل هيمشي بنفس المستوى الاتحاد مستوى ساعات وساعات لكن هيمشي بنفس المستوى السنات الدورة صعب مين ويمكن بيبلويني دهات يسموح عامل سكور قدام الاتحاد كذبان اربعة واحد لغاية دلوقتي انا ربي يد اه سكور تقيلة على كابتال حسان في اول موسم لا لا كتير واول ماتش وصعب لا كده سموحة ممكن تبقى يعني ماشي بنفس المستوى السلفات في منافسة على اللقب برا الاهل والزمالك تتوقع ان في فرقة ممكن تنفس مع الاهل والزمالك السنة دي ولا برضو هتفضل المنافسة حيه هتدايق الاهل والزمالك شوية هتدايق الاهل والزمالك شوية لكن مش هتنفس هتنفس مش منافسة ان نبقى في الاول والتاني هو هيا يعني يخطف بنت يتعادل معاك يا نزنوعك شوية لكن يحطك تحت ضغط لكن في النهاية ليه بقى انا بقول كده لعبة الاهل والزمالك تعودت على الضغط وتعودت على اللعب على بطولة والاجهزة الفنية ومجلس الادارات خلاص اللعب بقى نازل متعود ان بالنسبة لجمهوره يعني زي ما احنا في الاهل مثلا بنزعل في التعادل مش في الهزيمة بنزعل في التعادل فدي خلاص عملت عند اللعبة حالة ان محدش يقدر يقر زائد المتشات الافريقية اللي بيلعبوها الخبرات اللي بيكتسبوها اعتقد انه صعب صعب حد يخش بين الاهل والزمالك بيرامز بالنسبة لك مش علامة استفهام؟ الاسماعيل المتراجع بقاله وسنين مش علامة استفهام؟ بيرامز بالذات الاسماعيلي برضو ظروفه المادية ممكن نقدر يعني نقول مش في صالحه وعشان كده يعني سلي فاتت ما كانتش بيرامز هو اللي علامة استفهام كبيرة علامة استفهام كبيرة بس انا من هنا انا بشيت بمجلس دارة النادي الآلي وإدارات النادي الآلي السابقة واللاحقة والموجودة ان هو ده الفرق هو ده الفرق إدارة تقعرف تحكم النادي تحكم اللعيبة تقدر تسيطر على اللعيبة مهما كانت نجميتهم مهما كانت شهرتهم مهما كان أداءهم في الملعب يبقى الكيان واسم النادي الآلي هو النجم وهو أكبر من أي اسم هي ده الفرق هو ده الفرق الكبير